نظمت تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا نقاشيا بعنوان التعليم الجامعي والتكنولوجي بين الواقع والمأمول وذلك في إطار الفعاليات التي تمظمها التنسقية حول القضايا المطروحة ضمن الحوار الوطني وناقش الصالون عددا من المحاور أبرزها دور الجامعات التكنولوجية والكليات المتخصصة في تخريج طالب مدرب ومؤهل لمواكبة سوق العمل وأليات ربط التخصصات والمناهج في التعليم الفني بالتوزيع الجغرافي والنوعي للصناعات واحتياجات سوق العمل بالإضافة إلى تغيير نظرة المجتمع للتعليم الفني في مصر وأليات التوعية بأهمية التحول نحو التخصصات التكنولوجية الحديثة التعليم الجامعي طبعا فيه خطوات حقيسة كتيرة جدا وملموسة سواء في الدراسات العلمية الفنية التكنولوجية التعليم الفني إحنا شايفين أن فيه خطوات قويسة جدا لكن هل إحنا وصلنا للمأمول لا طبعا عندنا لسه شوية لكن على الأقل اللي ابتدينا فكرة أن إنشاء الجامعات التكنولوجية دلوقتي عندنا أكثر من ست جامعات تكنولوجية دي فكرة متقدمة جدا فكرة الاهتمام بالتعليم السنوي الفني علشان يقدروا يلتحقوا بالكليات التكنولوجية دي ده شيء مهم جدا الدولة دلوقتي اتجاهت اتجاه كبير نحية التعليم الفني وتكنولوجي ويمكن ده اتجاه ده اتجاه في معاده زي ما بنقول كده لأن إحنا عالميا ودوليا الاتجاه بقى دلوقتي كده الدراسات الأكاديمية مع جام كامل احترامي موجودة وطبعا نستغنى عنها ولكن إحنا محتاجين نربط ما بين سوق العمل وما بين المنتج اللي هو الطالب الخريج عايزين الطلبة وعايزين الناس اللي خارجة دي كلها تلاقي لها مكان في سوق العمل عمر ده ما هيتحقق إلا بمنمط تعليمي مختلف الطالب المصري لازم أن احنا نديله حزمة تدريب مناسبة لسوق العمل يمكن كان عندنا أجيال سبق قبل كده بطرق التعليم التقليدية في الجامعات الحكومية بكل ما كان بتعانيه من طبعا تكدس وكليات ذات كسافة وقعدات كبيرة جدا جدا للأسف ما كانش بيقدر الطالب ياخد التدريب الكافي ياخد المساحة الكافية ليه علشان يتعلم بشكل تطبيئي احنا كنا محتاجين تطوير كامل سواء كان تعليم صحة طرق بنية تحتية مشاهد كل شيء فاحنا بنشكر القادة السياسية فعلا انها مهتمة بجميع النواحي دي في آن واحد واهتموا بالتعليم بشكل كبير جدا وخاصة الفني في الفترة السابقة على سبيل المثال احنا في 2014 التعليم الفني كان بيحتل من وسط 138 دولة احنا كنا بنحتل المركز 113 فحاليا الدولة المصرية من أول 70 دولة من 138 دولة دول فده دي خطوة لازم عشان نعرف احنا وقفين على اي سلمة في درجة التقدم لازم تحدث مقارنات